تسأل تقول أنا فصلت فستان قبل عشر سنوات ثم تركته عند الخياط تقول ماذا أفعل الآن؟ يا أم راشد بارك الله فيك اللي فهمت بأنك فصلتي فستان إذن اشتريتي قماش وتركتيه عند الخياط وما رجعت أخدتيه وقيمة الخياط يمكن خمسين درهم أربعين درهم ثلاثين درهم والثوب يمكن قيمة مئتين ثلاثمائة درهم إذن أنت الخسرانة ليس بالخياط لكن في خطوة تطمئنين فيها تزورين الخياط تقولي له في سنة كذا تركت عندك ثوب ماذا عملت به؟ قال بعته وأخذت ثمن قولي له حلال جلال عليك يعني على ما نويت أنت على ما نويت أنت طمئنين بهذا تطمئنين بارك الله فيك